يقول علي رضي الله عنه إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا جلس مع أصحابي حدثهم ساعة ثم يأخذ في أحاديث العرب وأشعارهم وكان الإمام الزهري يحجث ثم يقول هاتوا من ظرفكم هاتوا من أشعاركم أفيضوا في بعض ما يخفف عليكم وتأنس به طباعكم فإن الأذن مجاجة والقلب ذو تقلب وقال الإمام ابن الجوز رحمه الله وما زاد العلماء والأفاضل يعجبهم الملح ويهشون لها لأنها تجم النفس وتريح القلب من كد الفكر ومن جميل قصص العرب في هذا ما يروى أن كثير عزة الشاعر الأموي الشهير الذي أحب عزة بنت جميل دخل يوما من الأيام على عبد الملك بن مروان وقال أخبرني بأعجب خبر لك ما عزة قال حججت سنة من السنين وحجت زوج عزة بها وكلانا لا يعلم عن صاحبه فلما كنا ببعض الطريق أمرها زوجها أن تحضر سمن ليصلحوا طعامهم قال فجعلت تدور الخيام خيمة خيمة حتى دخلت خيمتي وهي لا تعلم بي وكنت أبري سهما لي فلما رأيتها جعلت أبري ذراعي حتى دخل السهم في ذراعي وبرأ اللحم والعظم وسالى الدم فلما رأت عزة ذلك أمسكت بيدي وجعلت تمسح بثوبها الدم قال وكان عندي سمن وأقسمت عليها لتأخذنه فأخذته وذهبت إلى خيمة زوجها فلما رأت دم على ثوبها استغرب وسألها ما خبره فكتمت الخبر فعلح عليها أن تخبره فأخبرته بما جرى فضربها وشتمها وأقسم عليها أن تذهب إلى خيمة كثير وتسبه وتشتمه فذهبت وهو معها فشتمته وهي تبكي فرد كثير عزة على هذا الموقف بقصيدة من أجمل وأروع القصائد العربية وأرقها وأعذبها قال فيها يكلفها الخنزير شتمي وما بها هواني ولكن للمليك استزلتي هنيئا مريئا غير دائم خامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي أبيات جميلة يعذر فيها عزة على هذا السبو على هذا الشتم ويعلم أنها مغصوبة ويقول لعزة من أعراضنا ما استحلتي أي تكلمي مهما تريدين فعرضي حلال عليك أساتي أو أحسنتي لا ملومة وليس عليك حرج وهي قصيدة جميلة جدا من عيون الشعر العربي قال نقاد الشعر عن هذه القصيدة أنها تسيل رقة وعذوبة يقول في مطلعها خليلي هذا ربع عزة فعقلا قلوصيكما ثم بكيا حيث حلتي ومسها ترابا كان قد مس جلدها وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي وما كنت أدري قبل عزة من البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي أبيات جميلة جدا تفيض رقة وعذوبة وجمال فهو يوصي أحبابه وأن يذهبوا إلى المكان الذي كانت فيه عزة وعبر عنه بالربع وقال فاعقلا قلوصيكما القلوصيكما اربطوا الناقة وعقلوها واذهبوا إلى هذا المكان الذي كان فيه عزة وابكوا في هذا المكان بل قال حتى التراب لمس جلد عزة امسكوه ومسوه وظلوا وباتوا حيث كانت تبيت عزة يقول ولا تيأسوا أن يغفر الله لكم ذنوبكم إذا صليتم في المكان التي صلت فيه عزة وطبعا هذا من المبالغات التي لا نوافقه عليها فالمغفر الله أعلم بها ويعطيها من يشاء ولا يجوز هذا الكلام ولكن هكذا هو الشعر أعذبه أكذبه يقول وقبل عزة ما كنت أعرف ما هو البكى ولا ما هي موجعات القلب حتى ذهبت عزة عني وتولت فعرفت أكتفي بهذا وهي قصيدة طويلة وجميلة إن شئتم تلوتها عليكم وأسمعتكم شيئا منها وشيئا من أشعاره وظرفه وأخباره الجميلة ويقال أن كثير عزة دخل يوما على عبد الملك بن مروان فلما دخل عليه ازدراه وقال أنت كثير عزة قال نعم قال أن تسمع بالمعيد خيرا من أن تراه لأن كثير عزة قال في صفته أنه كان قصيرا نحيفا دميم الوجه فلما دخل على عبد الملك بن مروان ازدراه منظره فكان يسمع به ويسمع بصيرته وصيته العظيم فظن أنه رجل حسن منظر حسن الهيئة فلما رأى بهذا المنظر قال أن تسمع بالمعيد خيرا من أن تراه قالوا هذه الكلمة أول من أرسلها مثلا الملك النعمان بن المنذر أحد ملوك العرب وذلك أن ضمر بن ضمر رجل من بني تميم وشجعانها وفرسانها كان يغير على إبل ومسارح وغنم النعمان بن المنذر حتى تعب في طلبه وأرسل في طلبه فلم يستطيع فلما أعياه طلبه أمنه وقال لك مئة من النياق إذا دخلت في طاعتي وأتيتني فلما دخل عليه ورآه اختحمته عينه وازدراه وقال تسمع بالمعيد خيرا من أن تراه هو هذا طلعت أنت هذا شكلك كذا لأنه قالوا كان أيضا دميم الشكل وشكله غريب فازدراه وقال تسمع بالمعيد خيرا من أن تراه أين هذا الصيت وهذا الذكر فلما دخلت أصبح شكلك منظر آخر فاستأنف ضمر من هذا الرد وقال الرجاد لا تكال بالقفزان ولا توزن بالميزان إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه إن صال صال بجنان وإن قال قال ببيان فأعجب النعمان بن منذر برده وقال صدقت وعرف له مكانته والقفيز نوع من أنواع المكاييل طيب نرجع لقصة عبد الملك بن مروان مع كثير عزة فلما قال له أن تسمع بالمعيد خيرا من أن تراه قال يا أمير المؤمنين كل عند محله رحب الفناء شامخ البناء عالي السناء ثم أنشى يقول ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور ويعجبك الطرير إذا تراه ويخرف ظنك الرجل الطرير يقول إذا ازدريتني لأني نحيف فإني أحمل بين أثواب أسد وقد ترى الرجل الطرير ومعنى الطرير الرجل ذو الهيئة الحسنة الجميلة وقد ترى الرجل الطرير فتبتليه وتختبره فيصبح لا شيء رد جميل وبليغ ومفحم فقال عبد الملك بن مروان لله دره ما أفصح لسانه وأطول عنانه والله إني لأغنه كما وصف نفسه كثير عزة اسمه كثير بن عبد الرحمن الخزاعي أحب عزة بن جميل الغفارية ولأنه اشتهر بحبها وعشقها أصبح ينسب إليها فأصبح يسمى كثير عزة شاعر عربي متين من أهل المدينة المنورة ذكر كثير من مواقع أماكن المدينة في أشعاره وبعض هذه الأماكن كان يقابل فيها عزة ومن الأماكن التي ذكرها ملل والفريش وتربان ووادي الغصن وغيرها له مكانته العظيمة بين الشعراء حتى يقول يونس بن حبيب النحوي كثير عزة أشعر أهل الإسلام ويقول صاحب طبقات الشعراء بن سلام عن كثير عزة إنه شاعر أهل الحجاز حتى إنه لا يقدمونه على جرير والفرزق والأخطأ أما كيف التقى كثير بعزة في أول الأمر فتقول بعض الروايات أن كثير خرج بإبل عمه ليرعاها فوجد نسوة في طريقه فسألهن عن أقرب مورد ما فكانت التي جوابته هي عزة وكانت عزة كما توصف أنها جميلة الشكل حسنت الكلام عذبت الكلام بليغة فصيحة فأعجب بها وبشكلها وبفصاحتها ومن يومها أحبها وأصبح يتغزل بها شعراء فلما علم وارد عزة بهذا الحب وهذا العشق زوج عزة لرجل ورحل بها إلى مصر وكان من عادة العرب أنهم لا يزوجون بناتهم لمن يحبها ويقول فيها الشعر وأنا الحقيقة أعجب من العرب كيف تفعل هذا لأن العرب عندها عقول لكن سبحان الله أحيانا تغيب عنهم عقولهم خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يرى للمتحاب بين مثل النكاح يا أخي اثنين يحبوا بعض ليهم يزوجونهم شيء غريب والله لما ذهبت عزة إلى مصر أصبح كثير يتردد كثيرا على مصر وكان ينزل على عبد العزيز بن مروان الوالي الأموي على مصر وهو أي عبد العزيز بن مروان وارد الخليفة الأموي الشهير عمر بن عبد العزيز رحمه الله أصبح كثير يتردد على مصر كثيرا وينزل على عبد العزيز بن مروان وكان يكرمه وينزله المنزلة اللائقة به وماتت عزة بمصر رحمها الله أيام ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر وزار كفير قبرها ورثاها وقال شعرا ثم تغير شعره بعد ما ماتت عزة فقال له قائل لماذا تغير شعرك بعد موت عزة فقال ماتت عزة فلا أطرب وذهب الشباب فلا أعجب ومات عبد العزيز بن مروان فلا أرغب وإنما ينشأ الشعر من هذه الخلال وكان حبه عفيفا قيد له هل نلت من عزة شيء طول مدتك فقال لا والله إنما كان إذا اشتد بي الأمر أخذت راحتها فوضعتها على جبيني فأجد لذلك راحا توفي كفير عزة رحمه الله في المدينة المنورة سنة 105 وصلي عليه بالمسجد النبوي الشريف في موضع الجنائز مات هو وعكرم مولى بن عباس المفسر في يوم واحد فقال الناس مات اليوم أفقه الناس وأعشق الناس رحمهم الله تعالى